الحمد لله ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا سيدنا يا سامية يا علي ونرجع الى الاية 42 من نفس السورة الانبياء عليهم السلام قل يسدرس اناتر باترون اناتر بياني مي محمد قلابيد الله سوى سوري قل من يكلأكم بالليل والنهار قلونا سكون يحميكم من على مر الليالي والايام سكون يحميكم قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يعني ضد ما قرره الرحمن ما امر به الرحمن سبحانه وتعالى شو كيفيش هو الرحمن ترميه الكورديو وعذابه ما لا انتم تسببت فيه ابدأ هي حقيقة هو ما لا ارحم الرحمن وحقيقتكم انتم اسفل الاسفلين يعني من حمقكم وسوء سلوككم كان جزاء الله لكم هو غرب وألم وخسران مبين ودموع دموية على طول المدى سبب من يكلأكم ما تسرح؟ سبحانه وتعالى شو كيفيش كيف سعالى سبحانه وتعالى شو كيفية؟ يعني قرره امراكو أو صهي يقول ودعه امراكو من يكلأكم بالليل والنهار يتعالى جهير من الرحمن إذا كان قد يشاركوا نغادر رائعاً يحاولون أن يفعلون بها إذنهم من هذه المنشارات محرًا، 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 فشيء لأنهم لمساعدت الناس الانتقال ديفان كورو سي او او دو زار او او ايكس يقول قل من يأكلأكم بالليل والنهار من الرحمة هذا يقال يأكلتكم في 3 أشكال من الصهونا في هذا الزمان الردي قل من يأكلأكم بالليل والنهار من الرحمة وانتم مكشمع مين بلاب مسلط عليكم ويبالكم انتم الاقوى وانتم الاقلب فاذا انقلبت بامر الله الموازين وانقلبت الاوضاع واتخطوا بها ماشي في بالكم بعد 76 سنة قال انتم دولتكم مش تبدأ لنهاية الها امورتال قال انفيني قل من يأكلأكم بالليل والنهار من الرحمة بل هم عنديك ربي مورده حقيقتهم كانوا مهمش قابلين ان يذكروا اربي كانوا مهمش قابلين ان يذكروا انهم نكرتم وقلتوا ما الاله الا الاله هو اب العزين ولا الاب ابن مريم البتول عليها السلام سيدنا عيس عليها السلام انتم انا ام شرك وانتم كونش منوتيست وزدي السالة بوليتيست قال بل هم عنديك ربي مورده بل هم عنديك ربي مورده بل هم عنديك ربي معرضون ام لهم اله تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نسر انفسهم ولا هم منها يصحبون ما رأى هدايا في الشريط اليات ان شاء الله